وسط الافتقار للمواد الغذائية والغاز المنزلي ومستلزمات الإيواء يقضي عشرات النازحين في مخيم شرائر بطور البحى حياتهم وهو واحد من اثنى عشر مخيماً في محافظة لحج حيث مضى على تواجدهم فيه نهو خمس سنوات من النزوح بواعى يا ابني لن نحصرش اللي قمت العيش ناكلني على قلبه ولا نحصر حاجة يندل رايشان على من دول الفرشاة أعطحنا من اثنين الفرشاة والدبات الغلد من دول ناش نعيش على حطة بني لقصين ونعيش على تعاب ما من عيشة يا ابني معانا بالمخيم ذا ورمضان يجي وحنا حالتنا حالة عايشين هنا على شتا فضلاً عن المخاوف من انتشار بيروس كورونا وسط نزلاء المخيمات المغتظة والعشوائية تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة بزيادة انتشار البعوض واحتمالات تفشي وباء الكوليرا والحميات كما خلفت أفضاراً بالمخيمات ومحتوياتها من المؤني ومستفزماتهم الشخصية جهود التوعية بالوقاية من الوباء عبر مكبرات الصوت والموسقات هذه خطوة سليمة كما يرى البعض لكنها لا تكفي للإستعداد لمجابهة الوباء في بيئة غير صحية ومواتية لتفشي الحميات خاصة في ظل غياب الخدمات الإسعافية وقسم صحي متخصص بالطوارئ والعزل شحة الغذاء والدواء والأضرار التي خلفتها الأمطار والمخاوث من تفشي الأوبئة مصفوفة تتطلب من السلطات الرسمية والمنظمات الإنسانية المسارعة في تدخلها لإنقاذ هؤلاء النازحين وحمايتهم من المخاطر سامح عبدالوهاد فاناتو بالغيس لاحش ترجمة نانسي قنقر